السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم بالدرس الأول من دروس مادة برمجة الحاسوب باستخدام برنامج الماثلب معكم مهدس عبدالله عيد فلنبدأ سيكون درسنا اليوم عبارة عن مقدمة عامة للبرمجة بواسطة الماثلب أو بالأحرى البرمجة باستخدام الحاسوب طيب موضع الدرس اليوم رح تكون بداية رح نحكي عن التعريف العام بالحاسوب أو بالكمبيوتر بجهاز كونترن الحام يستخدمه شو هي أدواته شلون بيشتغل طريقة عمله مبدأ عمله كل هالأمور رح نحكي فيها بعدين رح ننتقل للمرحلة الأساسية اللي تعتبر بالبرمجة اللي هي التعريف بالخوارزميات المرحلة الثالثة اللي حتكون التعريف بالبرمجة هلأ الخوارزميات اللي حكينا هي مدخل للبرمجة بعدين رح نحكي شو هي البرمجة بعدين حنحكي عن واجهة المستخدم في برنامج الماثلب يلي حنتعامل معها خلال هذا الدرس هذا الدرس مهم جدا لحتى ناخد فكرة عن البرمجة رح حتى نقدر نعمل مدخل كتير حلو للبرمجة ونقدر نفهم حتى نحن نتعاول مع الأمور الغليظة بالدرس يعني شون يعني الأمور الغليظة؟ الأمور الغليظة اللي هي بعض الكودات بعض الأوامر بعض التفاصيل هاي اللي تكون شوي مملة اللي بدها حفظ فنحن مشان قدر نتعامل معها بشكل أحسن مشان يكون عندنا بعد نظر ليش نحن عم ندرس هاي التعليمات لازم نتعرف يعني نازم يكون عندنا هذا الدرس يعني هو مثل ما حكينا بعرف بأقسام الحاسوب بداية بعدين بعرف بالخوارزمية اللي هي المدخل للبرمجة اللي هي بتعلمنا كيف المبرمج بفكر فعليا بعدين نمتقل لبرمجة ونحكي عنها بشكل عام ونعرف بواجهة برنامج الماثلب نظرة عامة على الحاسوب طيب هو الحاسوب شو هو نحن كلاتنا غالبنا بيستخدم جهاز الكمبيوتر بشكل يوم إن كان الكمبيوتر العادي أو حتى الموبايل مثلا حاليا نحن عم نحكي عن الكمبيوتر الكمبيوتر هو عبارة عن عدة وحدات بتقوم بهذا العمل اللي نحن شايفينه هلأ إن كان عن طريق اللابتوب أو عن طريق الديسكتوب طيب في عنا وحدات الإدخال أو الانبوت يونيت القريش برم لره في عنا وحدات الإخراج أو شايفة يونيت أو شايفة برم لره في عنا كمان السوريج يونيت أو ديبولاما يونيت لره وفي عنا كمان السنترال بروسسيسينج يونيت أو اللي هي نعيحة باختصارا السي بي يو أو الإشلام جي طيب نحن 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 نعيب عليهم بالتفصيل شوي شوي هلا الكمبيوتر بكل هالمكونات نستطيع نسميه كومبيوتر عما بدون هدول المكونات او بغياب احدها احيانا ممكن يغيب احدها ما فيه مشكلة ولكن بعض الامور ما بتقدر نغيبها نهائيا وبالاحرى يعني على الاقل لازم يكون متواجد على الاقل input واحد وoutput واحد طيب ال input شو هي هي عبارة عن وحدات الادخال شو هي وحدات الادخال يلي نحن كمستخدمين عم نتعامل معها وحدات الادخال ووحدات الاخراج نحن كمستخدمين نتعامل معها شو هي اول شي وحدات الادخال مثل الماوس الموجودة معنا الماوس هي عبارة عن وحدة ادخال شو هي شو يعني ادخال يعني نحن وقت نحرك الماوس بايدنا نلاحظ انه السهم عم تحرك على الشاشة طيب هاي شو عبارة عن شو نعملنا دخلنا اوامر للكمبيوتر انه عمال هاي الحركة نفس المبدأ الكيبورد او الكيبورد او الكلافيا يلي هو كمان لوحة المفاتيح كمان هي عبارة عن وحدة ادخال وحدة ادخال اخرى مثل عنا الاسكانار مثل عنا المايكروفون هذول كلاتهم عبارة عن وحدات ادخال نحن عم ندخل داتا على الكمشوتر طيب وحدات الاخراج شو هي هي اللي بتعطينا الخرج تبع الكمشوتر طيب بين الدخل والخرج هون في عنا وحدات تانية رح نحكي عنها بعد شوي بس قبل رح نحكي عن وحدات الاخراج اللي هي عنا مثل الشاشة مثل الطابعة مثل مكبرات الصوت مثل شو عنا كمان وحدات اخراج حكينا عن مكبرات الصوت وعن الشاشة وعن الطابعة رح نحكي كمان نضيف عليها البروجكتور مثلا جهاز الاسقاط اللي نحن ممكن نستخدمه بكتير ندروسنا هاي عبارة مثلا 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 عن وحدات الادخال ووحدات الاخراج طيب هذول اشياء مهمة عناصر مهمة جدا لعمل جهاز الحاسوب طيب في عندي كمان الوحدة المهمة التانية اللي هي الستوريج يونيت اللي هي وحدات التخزين وحدات التخزين تنقسم لعدة اقصام في عنا وحدات تخزين مؤقتة وفي عنا وحدات تخزين دائمة وحدات التخزين الدائمة مثل الهارد ديسك الهاتش دي دي او الاس اس دي اللي هو عبارة ما نسميه هارد ديسك واتاب يعني تغير اسمه بحيث تغيرت سرعته وتغيرت طريقة التخزين فيه مثلا الهارد ديسك بتعامل مع بطريقة مغناطيسية او ممغنطة مع الخلايا الاس اس دي بتعامل بطريقة كهربائية هاي بالنسبة لوحدات التخزين الدائمة طبعا إذا هم مساحات ما نفوت كتير بالتفاصيل هدولة احنا نحكيه مقدمة وباختصار زننعرفش عن تعامل الكمسوتر مع الامور يلي موجودة فيه في عنا كمان الوحدات المؤقتة يلي هي مثل الرام زاكرة الوصول عشوائي ويسموها هاي اللي بتخزن عليها بشكل لحظي المعلومات اللي عم تشتغل على الجهاز الحاسوب حالية وبعدين عند انقطاع التايير الكهربائي أو عند إيقاف تشغيل الحاسوب ستختفي نهائيا يعني هي عبارة عن وحدة مؤقتة والوحدة الأهمية اللي بدونها ما رح يكون في عمل الكمبيوتر اللي هي الـ Central Processing Unit اللي هي الـ CPU أو الإشلامجي يعني المعالج المعالج هو اللي بيكون بمعالجة كل البيانات وكل الأمور الموجودة على الكمبيوتر طيب هلا نحنا إذا شفنا ديسكتوب رح نلاحظ أنه في عنا بداية الماثر بورد اللي هي بتركب عليها كل القطع الماثر بورد أهم من القطع اللي هي تركب عليها شو هي هي عنا بالإضافة طبعا وعنا وحدات الإدخال والإخراج عنا CPU وعنا الرام وفي عنا الـ Hard Disk أو الـ Storage Unit اللي هي الدائمة الـ Hard Disk أو الـ SSD ما بتفرق بغض النظر عنه شو عم نستخدم نحنا حاليا بجهازنا طيب شنون بتقوم معالجة المعلومات أو أي برنامج موجود على الحاسوب رح نحكي هلأ بشكل سريع شنون عم تشتغل البرامج لنعرف ليش نحن عم نبرمج وشنون عم نبرمج فعليا في عنا من مثلا عند أول بداية تشغيل الحاسوب رح ينتقل برنامج أو هو النظام التشغيل اللي هو الـ Operating System الـ Windows اللي هو Windows أو ممكن يكون مع كينتوش أو ممكن يكون أي إصدار تاني لينوكس أو أي شيء تاني رح ينتقل من الـ Hard Disk ينتقل مثل ما هو لوين؟ على الرام على الرام اللي هي Random Access Memory بنقول الأشياء المهمة لتشغيل الـ Windows على الرام بحطها بشكل مؤقت طيب ليش ما يخليه بالـ HDD مثل ما أو بالـ Hard Disk أو بالـ SSD ما بغض نظر وإذا خلاها على الـ Hard Disk هو عبارة عن جهاز ميكانيكي عم يدوش تمام فهو عمله بطيء هيصير بالجهاز كتير بطيء الـ SSD على الرغم من أنه أسرع كمان ما بمشي الحال فوجدوا أنه وجود رام أو ذاكرت وصول عشوائي موجودة على الماذر بورد قريبة من المعانج كتير مهم لحتى نحن شو نقدر نتعامل مع البيانات بسرعة كتير كبيرة فمعناتها الرام هي عبارة عن مكان بتخزن فيه لأمور يشغالها حاليا على الحاسو طيب خزننا الـ Windows على الحاسو فمعناتها شو صار على الرام فمعناتها بلش عمل الـ Windows طيب بين الرام وبين الـ CPU اللي هي Central Processing Unit أو CPU أو المعالج طيب هذا التواصل رح يقوم بعمليات طيب شو هي العمليات ممكن تكون عمليات حسابية ممكن تكون عمليات منطقية ممكن تكون أي عملية تانية طبعا في عنا كمان معالج خصوصي لموضوع الشاشة أو العرض لليه يسمون كف الشاشة وفيه إلو زاكرة فيه إلو معالجة لموضوع معالجة الرسوميات وهل الأمور التانية طيب فأي برنامج على الكمبيوتر رح يشتغل بهذه الطريقة شو نحفظ نحن شبنا السابق رح نشوف بالمادة ما في شي اسمه عنا متغيرات هيدا المتغيرات وابدي أخذها أنا بحملها بحطها على الزاكرة المؤقتة اللي حتي حط فيها قيم ممكن تكون أرقام ممكن تكون أحرف ممكن تكون جمال ممكن تكون أي شيء تاني فلازم نعرف شون عم تعمل مع هذا الأمر خلينا نعطي مثال ثاني مثلا أنا بدي شغل برنامج الوفيس أنا ويندوز تبعي شغال وذاته موجود على الرام المهمة منه والأساسيات كده موجودة على الرام طيب بدي شغل برنامج الوفيس هنلاحظ أنه نحن أول ما نضغط على برنامج الوفيس مثلا على الورد أو على البرنامج أو على أي برنامج ثاني رح يتم استدعاء ومن وين أول شي سيتم استدعاء من الزاكرة الدائمة اللي هي الهارد ديسك أو الاس اس دي مسكناها حطيناها وين على الرام هلا هي صارت جاهزة للشغل نلاحظوا أنه فترة الاستدعاء بتكون تفرق على حسب سرعة الوحدة التخزين اللي نحن نستخدمها طبعا سرعة معالج أكيد ونستخدم HDD نلاحن لاحظ أنه برنامج الورد فتح بشكل قطع أما إذا عم نستخدم SSD فالأمر بيكون أسرع بكتير بكتير لأنه نحن ننقل منتل ما حكينا من واحدة التخزين الأساسية للرام بشكل مؤقت حطيناه على الرام هلأ نحن نشتغل عليه نشتغل نشتغل طبعا هلأ برامج لأوفيس الحديثة فيها ميزات أنه تحفظه بشكل تلقائي بس إذا افترضنا أن نرجع للزمن الورا نحن عم نشتغل مسكنا الكمبيوتر وطفيناه أو نقطع في الكهرباء أو خلصة بطارية أو أي شي فكل شغلنا حيروح هباء منثوب فنحن ضروري نحفظ العمل وإذا نحن نحفظ العمل عم نراجعه لوحدة التخزين الدائمة فبهالطريقة الـ CPU أو الـ HTMG وحدة المعالجة المركزية طيب هلأ مثل ما حكينا الـ Data عملية معالجة الـ Data تمام الـ Data اللي هي الـ Very بالتركي اسمها بالإنجليزي Data اسمها بالعرب بالعربي بيانات اسمها بالتركي Very نعرف شو هدول الكلمات كتير مهمين في عنا العملية اللي هي الـ Processing أو المعالجة بالتركي اسمها الإشلامات طيب شو هي الطريقة اللي نعالج فيها أول شي ده يكون عنا أول شي بيانات نحن أي عملية بنساوية مثلا بنقول 1 زائد 1 تساوي 2 طيب العملية هي عملية الجمع البيانات من هي Data أو Very هي الواحد والواحد الثاني الواحد زائد واحد هدول عبارة عن بيانات تقوم ما في مشكلة تطلع على شكل تاني وهي معالجة لنا 1 زائد 1 طيب العملية هي عملية الجمع جمعناهم مع بعض الواحد 2 طيب معي 2 فبهالطريقة نحن أي عملية بجهاز الحاسوب عم تكون عم تكون فمعنا فاتت عنا Data اللي هي الأرقام مثلا 1 زائد 2 خليلا نحكي هلا نحن العملية معنا 1 زائد 2 تساوي 3 طيب الـ Data اللي فاتت مين هي أول Data هي فاتت هي 1 ثاني Data هي 2 وثالث وحدة هي دليل عن عملية الجمع نحن بنجمع المستخدم بيقول جمع لي هدول الرقمين طيب الهلا شو بدأ يصير بدأ يشتغل المعالج لا يجمع لي الرقمين هدول 1 زائد الاثنين اللي طلع عليه النتيجة اللي هي ثلاثة طيب النتيجة اللي طلعت هي عبارة عن Information أو Data يعني معلومة بلقي أو Very يعني بيارات طيب هلأ بهالطريقة نحن فهمنا بنية عمل الحاسوب بشكل عام هلأ رح نحكي عن الخوارزميات طيب هلأ هاي المقدمة اللي قبلها ممكن كتير منها بيعرفها ممكن يشوفها مضرورية ولكن يلي ما بيعرفها ضروري لا يعرف شنون عن يشتغل الحاسوب طيب الخوارزميات شوف خوارزميات لاحظوا اسمه الخوارزميات نحن سمعانين بهالشي بالأبل هلأ ممكن نكون سمعانين بدرس القسارة قريش يعني مدخل إلى الحاسوب ممكن كمبيوتر ممكن كمان نكون سمعانين بقرنا التاني الخوارزميات في عالم اسمه الخوارزمي عالم الخوارزمي هو العالم يلي اسس لموضوع البرمج العلم البرمج هو العالم العربي يلي اسس لعلم البرمج حتى زي ما نلاحظ اسمه بالانجليزي نفس اسم الخوارزميات algorithm اللي هي جاي من كلمة خوارزمي وبالتركي algorithm algorithm هي عبارة عن طريق التفكير هي عبارة عن خطوات مثلا خلينا نقول انه انا هلأ بدي احمل حالة من البيت بدي اروح للجامعة طيب شو انا هم بحط خوارزمية طبعا اكيد مو كل مرة بدي اروح على البيت و من البيت للجامعة فبدي حط خوارزمية لانه هي حتكون موجودة بعقلي بشكل جاهز بالاساس بس خلينا نفكر بيحنا شو لازم نساوي اول شي الخوارزمية ممكن تكون كتير موسعة وممكن تكون بشكل عام طيب مسلا موسعة اول شي انا انا قاعد على الجهاز الحاسوب رح قط في الحاسوب رح قوم منع الكرسي رح البس اوعية رح انزل من البيت اقفل الباب كلها التفاصيل انزل اركب الباص ويوديني على الجامعة طبعا اي باص في شروطهم كمان يعني في شرط اذا الباص ما بيروح على الجامعة ما بركبه اما اذا بيروح على الجامعة بركبه طيب ممتاز في باص رح يوصلني على الجامعة كتب الباص يوصلني على الجامعة في عندي وقت زمني لازم استنان حتى وصل للجامعة بعدين فتت على الجامعة ممكن نحكي كما بالتفاصيل الاكتر لجوهات العملية فهي هنحنا فعليا رتب الخوارزمية اللي هي عبارة عن خطوات مو اكتر ولا اقل تمام فأي عمل اللي نحنا بنقوم فيه بنحط له خطة والخطة هي نحنا مسمية خوارزمية بموضوع البرمجة طيب في ضمن الخوارزميات اكيد الخطة مو هي به السؤولية اكيد نحنا نكتب خطوات مثلا انا بدي برمج برنامج يجمع لي الرقم واحد زائد واحد طيب شو لازم ساوي خلينا نحكي بالخطوات اللي نحنا برمجة اول شي لازم اعرف شو الرقم الاول الداة الاول انا يجيب للي هي الواحد والداة التانية هي كمان واحد قم بعملية ترجمع بناتهم هلأ هون صار في عندي عملية قمت بالعملية بعد ما قمت بالعملية بدي اعرض النتيجة فهي كمان عبارة عن خوارزمية طيب رسم الخوارزميات بتتم عن طريق مخطط اسمه flow chart flow chart او الاقشة مصر او مخطط التدفق ممكن نسميه بالعربي يعني هو طريقة نكتب فيها اي برنامج او اي عملية بنقوم فيها بحيث انه نحنا قبل ما انا اكتبها كاكواد يكون جاهزة عندي كخوارزمية هلأ في كتير مبرمجين الخوارزمية بالنسبة لهم شي مفروغ منه بيطلع من مخوى بشكل جاهز يعني بدون ما يتعذب وبدون ما يعودوا يكتب الخوارزمية ولكن كتابة الخوارزمية هي عبارة عن كتابة خطة بتجنبنا كتير من الاخطاء والمشاكل اللي ممكن تعترضون هلأ ممكن يطلعنا كمان بعد ما نكتب الخوارزمية مشاكل اي ممكن بس دايما مثلا انه انا اشتغل مخطط عن ورق اعمل شو اسمه تخطيط جاهز بعدين بنتقل لعملية التنفيذ بيكون احسن بكتير يعني مثلا انا بدي بني بناية مثلا كمهندس ميكانيك ولكن خلين احكي كمهندس مدني مثلا المهندس المدني بدي يبني بناية اكيد ما يبني خلاص يطلع مباشرة مشتري قطعة ارض ويطلع بالبناية لا بيحط مخططات بيعمل حسابات بيعمل دراسات بياخد خطة رخيص بياخد كتير امور لحتى يبلش يطلع بالبناية طابق طابق حتى بعد ما يطلع بالبناية طابق طابق بكون عنده خطة اول شي بدي صب بالاساسات بدي يحفر بعدين يصب بالاساسات بعدين بدي اطلع بالعواميد بعد ما اطلع بالعواميد بدي اطلع بصبة طابق بطلع بالصبة بعدين بطلع بعواميد تانية هايك لحتى توصل لاخر الشي ببلش بقى شو ساوي ابني حيطان البناية وابني قسم الغرف اعمل البياضات اعمل السوادات التمديدات الصحية الكهرباء التفاصيل كلها بعدين ببلش اكسر شوي 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 لحتى تصبح جاهزة البيناير فهون نحن فعليا نرسم الفلوشارت عم نخطط شو هي عناصر الفلوشارت اللي نستخدمها هلا العناصر الاشهر 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 حا حكي عنها اما بنا نفوق بالتفاصيل كتير عندي اول شي هذا الشكل البيضوي او دائري ممكن يكون بيضوي او ممكن يكون دائري هو عبارة عن start to end شو يعني يعني هو عبارة عن بداية ونهاية لعملية كتابة الخوارزمية طيب اي شغلة بدي بلش فيها شو بدي شو بدي ساوي بدي اعمل start يعني مثلا انا خليني هلأ قوم بدي روح البس تمام شو هي الفعليا هون انا بدي اعطي لنفسي امر انه start يلا قوم البس تمام فهون اول عملية start بعدما خلصت بقول انه هنا انا خلصت اكيد في كل شغلة لها بداية ولها نهاية فانا لحتى حدد البداية والنهاية بستخدم هاي الدائرة اذا كنت بالبداية بكتب بقلبها start واذا كنت بالنهاية بكتب بقلبها end طيب ممتاز كمان في عندي الاسهم او ال around الاسهم شو هي اسهم هي عبارة عن دليل طيب مسلا بدي انتقل من الخطوة الاولى للخطوة التانية طب انا شو بيعرف من الخطوة التانية والاولى انو واحدة هيك بكتبوهنه بشكل عشوائي لا اكيد بدي حط اسهم بعد start بدي سهم السهم بدي دلني على اول خطوة تمام بعدين بعد ما اطبق اول خطوة بدي سهم تاني دلني على تاني خطوة وهذه القصص مستخدم فيها الاسهم طيب في عندي هذا الشكل المتوازي الاضلاع هو عبارة عن ال input وال output يعني اي مدخل اللي انا بدي دخله او اي مخرج بدي خرجه بيستخدم فيهم شو هذا المتوازي المستطيلات او المتوازي الاضلاع طيب شلون بيستخدمه لهذا متوازي الاضلاع في عندي مكتب جواته انه مثلا انا هلا حاليا بدي ادخل مثلا دقم عملية واحد زائد واحد وسابق اثنين وخلي المستخدم او مو واحد زائد واحد بدي اجمع رقمين خلينا نسميه تمام بدي اجمع رقمين شو بدي قول بدي قل له للمستخدم دخلي اول رقم اختار اي رقم من مجموعة نحن نقمين انت اختار اول رقم طيب ممتاز رح يقل لي انه الرقم الاول ثبعه واحد طبعا شون بيقل له سأكتب له هنا Input First Number برنجي ساي Input برنجي ساي أي شيء عبارة عن أمر يقول له للمستخدم دخلي الرقم الأول ثم يقول له دخلي الرقم الثاني هنا نحن بالبرنامج مقررين أن العملية هي عملية للجمع بدون ما يختار المستخدم أنه جمع ولا طرح ولا اسمه نحن نقررين فمعنى أنه لا يوجد داعي المستخدم غير يدخل رقمين نحن نقررين برنجي ساي أو برنجي ساي برنجي ساي عملنا عملية الانبوت بعد عملية الانبوت ننتقل إلى البروسيس يلي هي تجيب بشكل مستطير سأقول له الرقم الأول افترضني سميته A والرقم الثاني سميته B سأقول له عمل لي العملية مثلا C تساوي A زائد B C تساوي A زائد B أنا هون عمل له نعمل لي الجواب يلي هو C تمام؟ وهو عبارة عن جمع الرقمين اللي يدخلون المستخدم A زائد B طيب ممتاز بعدين بعد ما يطلع الجواب ما سيحدث؟ رح ترجع لتطلع النتيجة يعني سيصير عندي متوازن المستطيلات رح تنكتب فيها من النتيجة التي نحن عمناها C أعرضت النتيجة C للمستخدم هون خلاص برنامجي رح أرجع استخدم الدائرة اللي هي مستارت هالمره اند رح تكون هكتب فيه اند أنه أنا هون نفذت المهمة بنجاح طيب في عندي آخر شكل اللي هو عبارة عن decision أو condition خلينا نسميه أو الشرط الشرط شو هو؟ أنا مثلا في عندي ونفترض طلاب ناجحين وراسبي الطالب يجيب فوق الستين ناجح يجيب تحت الستين ناجح طيب هون نحن نناقش الشرط مثلا إذا كانت علامة الطالب فوق الستين ساوي لها قوله للطالب أنت ناجح إذا كانت علامة الطالب تحت الستين ساوي لي هيك اللي هو الطالب أنه راسب فهذا العباء الرمز هو يستخدم للشرط هلأ نحن نشفنا المكونات الرئيسية اللي بيستخدمها لفلو شرط أو الأقش الشمسي أو مخطط تدثه طيب شان هننتقدمها هلأ هيك دائرة وين دي حط الدائرة السهم وين دي حطهم؟ التوازد أضلع المسلطين المعين وين دي حطهم؟ شان دي استخدمه؟ خلينا نتعلم نحن هلأ بالفقرة الجاية المبدأ العام لا مخطط لدفق سيكون بهذا الشكل سيبدأ مثلا بـ Start سيشرحه هون بدون مثال هلأ حاليا ورح نحل أمثلة كثير بعد شوية سيبدأ أول شيء عملية البدء Start هلأ محطوظة هون بشركة مشبهة دائرة ويفضل أن نحن نحطها بدائرة أفضل لأنه هيدنا نتعرف عليه أنه البداية والنهاية هي هنا العبارة عن دوايا طيب عندي أول عملية عملية Read عملية Input أنا هون بدي معطيات بأخذها من الزاكرا بأخذها من المستخدم بأخذها من المايكروفون من وحدة إدخال بأخذها من الكاميرا من السكانر بأخذها من الكيبورد من أي وحدة إدخال أخذت العملية الأولى اللي هي الريد بعدما قرأت ماذا سوف ننتقل؟ سوف ننتقل هون هون حاطين أنه بدي يساوي عملية هاي العملية مثلا ونفترض مهم عملية عملية جمع عملية طرح عملية ضرب عملية تقسيم باقي معادلة أي شيء المهم بدي يطبق المعطيات اللي دخلت عنده على هاي المعادلة بعدين راح يفوت على شرط هذا الشرط مثلا ولنفترض مثلا نحن عمل المعادلة حل المعادلة للدرجة الثانية عم يكون لدينا شرط اسمه دلتا طيب إذا كانت الدلتا أكبر من الصفر مثلا نيس طبق لي العملية هاي تمام شو اسمه؟ قل لي أنه مثلا X1 تساوي كذا X2 تساوي كذا عملية لاحظوا عملية ماذا سبق انتم المستخدمين جواب عم يقوم بعملية X1 تساوي مثلا ناقص بي زائد جزر الدلتا على 2A و X2 هي شو ناقص بي زائد ناقص بي زائد جزر الدلتا على 2A أنا قمت بعملية طيب بعد ما قمت بعملية لاحظوا هون شو صار عندي الرايت الرايت أن دي طلع النتيجة للمستخدم الجزر الأول اللي هو X1 يساوي كذا الجزر الثاني اللي هو X2 يساوي كذا هلا هون في حالة كان الجواب ناقص لي الدلتا هل إذا الدلتا أكبر من الصفر خلينا نعتبر أنه نتيجة يا دلتا أكبر من الصفر يا ما دلتا أصغر من الصفر نحن هون بس أحاول طبع على هذا المخطط ما حناقش دلتا تساوي الصفر معانه رح يجينا سؤال بعد شوي نحل في المسألة بشكل كامل طيب مثلا الدلتا أصغر من الصفر بتقله للمستخدم مثلا هون ممكن يقع له ريت جديدة اللي هو متوازن مستطيلات بقله يا رجعني لهون دخل معطيات جديدة أو حتى ملا هون السهم دخل معطيات جديدة لأنه هاي المعادلة ما إلى حل يعني شو ممكن نساوي هون ممكن يكون مكتوب خليني اكتبها دائما هذا الدسجن عندي له طرفين طرف أول هو يس طرف الثاني هو نو تمام الطرف اليس إذا كان الشرط صحيح بنزل على هذا الطرف إذا كان الشرط غير صحيح مثلا هون قلنا له دلتا أكبر من الصفر طيب هاي إذا دلت أكبر من الصفر يس عملي النتيجة طيب إذا دلت أصغر من الصفر شو رح يكتب له مثلا المستخدم رح يكتب له مثلا رايت رح يكتب له مثلا هون رايت هي جملة طويلة محا كتبها جوات المتوازن مستطيلات رايت مثلا لا يوجد حل كتوب لا يوجد حل بعدين شو رجع رجع للمستخدم للمرحلة اللي يدخل فيها عناصر جديدة للمعادلة للمعادلة من الدرجة التانية اللي هي A و B و C مثلا رجع دخلهم رجع مثلا شافهم حسب الدلتا بعد ما حسب الدلتا هل هي أكبر من الصفر A كمل لهون لا رجع مرة تانية لا يرجع البرنامج طيب إذا كل مرة عم يدخل المستخدم الجواب له في حياته ما هيخص البرنامج يعني مثلا أنا إذا كل مرة عم يدخل معطيات للمعادلة درجة تانية بتخليلي الدلتا أصغر من الصفر فدائما حيرجع يتكرر البرنامج ونرجع على نفس الحالة يعني مثل كانوا عم ندور دورها بأي متى بيرجع بيكمل البرنامج مثلا بهاي الحالة اللي خار نحكي عنها خصوصية شو اسمه بحالة اليس بيكمل مثلا بكتب له الجواب X1 تسابق أزا X2 تسابق أزا بالأخير بيعمل نستوب البرنامج وبيطلع من الحال طيب هلا رح نحل كم مثال على الخوارزميات رح نشوف شون هنستخدم الخوارزميات بحياتنا هاي الخوارزمية نفسها رح نلاحظ ان هدور التمارين نفسها رح نحلن كتابة بالخوارزميات بإيدنا رح نحلن بس بعد ما نتعلم شوي ببرنامج المتلب نتعلم الأكواد نتعلم شلون نتعامل مع الأكواد بالتفاصيل كلها رح نرجع نطبق هاي البرنامج برنامج المتلب ورح نشوف الكمبيوتر شلون ها يطلعيني النتيجة هلا نحن عم نناقش طريقة التفكير فعليا ما عم نناقش وشلون بدي برمج ببرنامج المتلب اتداءة من الدرس القادم ان شاء الله فعالى او من الموضوع التاني المرحلة التانية شو رح نبلش نرجع نناقش شو النتيجة رح نناقش شتون ها نساوي على برنامج المتلب معه يكون كلامنا نظري هون كلامنا نوعا ما مو نظري هو فعليا هو كلامنا على الورق وعلى فكرة في شغلة مهمة جدا جدا بدروس البرمجة كثير من الجامعات بتعمل فحص البرمجة فحص كتابي على الورقة والقلب ما بتعمله فحص على الكمشتر تمام هلا نحن وقتنا نتدرب اجباري ومصيحة وشو بتكون قولوا قولوا لازم يكون معنى كمبيوتر تمام لانه انا اذا ما دربت على الكمبيوتر ما رح عارف اخطائي تمام مثلا بعض لغات البرمجة حساسة جدا للأحروف تمام هون حنشوفها كمان برنامج المتلب حرف كبير حرف صغير هالتفاصيل كل هذا بعضهم حساسين للفاصل المنقوطة اللي بتجي باخر كل تعليمه تمام برنامج المتلب غير حساسة للفاصل المنقوطة فهي له تفاصيل تاني رح نشوف شو هو التفاصيل بعدين ولكن متل ما حكينا بعض البرنامج تكون حساسة جدا فمسلا ممكن انا اكتب برنامج يكون برنامجي تمام مثلا افطردونا عم برنامج الواتسي بلاس بلاس كون نسي عن الفواصل المنقوطة باخر كل تعليمه انا قدمت الورقة للدكتور وفكر حالي انه كاتب كتير منيح واموري كتير منيحة فتفاجأ انه علامتي صارت سيئة طب ليش؟ لاني نسي عن الفواصل المنقوطة تمام؟ فهي ملاحظة مهمة فانا اذا كان عندي برنامج الكمبيوتر من خلال التدريب وانا بنزل علي برنامج المتلب نحنا درسنا ماتلب حلاء من خلال التدريب رح يعلمني انه انا هون لازم حط فاصل المنقوطة مبعو بانساها على الورق واتما انساها على الكمبيوتر اول مرة نسيتها بنبهني ثاني مرة مثلا طبعا ما عم حكي عن نفاصل من قطب برنامج المتلب وممكن نحكي عن اي شي تاني عن تعليم مثلا تعليمات محجوزة مثلا بعض التفاصيل طريقة كتابة الفانكشن هاي التفاصيل كلاته على الكمبيوتر بنبهني انه في عندك خطأ بس الاستاذ ما بنبهني والورقة ما بتنبهني فهون كتير مهم انا اتدرب كمرحلة بداية على الكمبيوتر بعدين شو ساوي بعدين الالون على الورق يعني احنا خلال دراستنا نتفع على شغله اي برنامج بنا نكتبه اذا الدكتورنا محي عمينا الفحص على الكمبيوتر فهنا لازم نتعود انا على الورق وطبشو ساوي بداية بتعلم على الكمبيوتر بعدين بنقلون على الورق مرحلة التانية شو ساوي التفاصيل اللي بعاته واموري باللوج متل ما بقول. ايه? طيب ازا لا معنات انا نسا في عندي شربات عبر زاهعة على الورق. لازم انتبه لها. فهذا الشي اللي بننتفع عليه لحتى نحنا اه نقدر نتعامل صح مع برنامج الماتلب. الا رح نجي لحل مسائل بالخوارزميات وان شاء الله تعالى بدروس قادرة رح نرجع نحلل نفسهم ببرنامج الماتلب. لانه متل ما حكينا اي واحد بده ينفز عملية بده يخططه بالبداية. تمام? خلونا نخطط نحنا هلا وننفز بعدين. انا بده ابني بناية هلا عم خططها والتنفيذ بدروس قادرة ان شاء الله تعالى.